زار نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ حضراموت الأسبق مصنع حضراموت للفيبر جلاسة وعدد من المواقع الأتارية والثقافية بمدرية الشحر مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي في زيارة استطلاعية إلى مدينة الشحر قام بها نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية للمجلس اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك محافظ حضراموت الأسبق اطلع على سير العمل بمصنع حضراموت للفيبر جلاسة في المدينة وتعرف من رئيس مجلس إدارة المصنع الشيخ زكي الحضرامي على الخدمات التي يقدمها في المجال الصناعي في الجنوب وفي جدول زيارته للمواقع الأثرية للمدينة استخبل وكيل محافظة حضراموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيغ بمعيتي المدير العام لمديرية الشحر الأستاذ عادل باع كابا اللواء بن بريك اتنى زيارته لمتحف الشاعر والملحن الكبير حسين أبي بكر المحضارة وتعرف على محتويات المتحف ومقتنيات الشاعر المحضارة سعيد جدا أكون بين أهلي وأحبابي داخل الشحر وسعيد جدا أن أقوم بزيارة المعرض المحضار والآن وفي هذه اللحظات نحن نقوم بزيارة أثرية لدار بن عياش التي هي واحدة من الآثار الغديمة أو من ما تبقى من دولة آل بريك هي دار ناصر ويعتبر هذا المكان مخلد نحن نشكر السلطة المحلية على جهودها التي بدلت في الحفاظ على هذا المنبر أو هذه الرمزية نعتبر هذا مكسب مادي ومعنوي لأبناء الشاعر كلهم نحن أيضا متواجدين في الشاعر زيارة أهلنا وتفقد أحوالهم ونأمل أن نكون عند حصن ظنهم إن شاء الله قريبا مع الاستقلال واستعادة الدولة كما زار اللواء بن بريك والوفد المرافق له حصن بن عياش الواقع بالسوق العام وتعرف على عملية عادة تأهل الحصن أثناء الذكرة الخمسمائة للمقاومات الشعبية ضد الغزو البرتقالي على مدينة الشحر اللواء أحمد بن بريك أشاد بمستوى الاستقبال مثمنا جهود السلطة المحلية في الجانب الثقافي في مديرية الشحر مؤكدا أن المجلس الانتقالي الجنوبي يولي المديرية كل الاهتمام باعتبارها حاضنة للثقافة والأدب والفن والإبداع ترجمة نانسي قنقر